مع فقرة الأسئلة السؤال الأول متابعة تقول دكتور شعري كأنه صاير مطاط تعرفون واحدة لما تشتكي تقول شعري كأنه ينمط صاير مطاط وبعض البنات يقولون شعري كأنه صاير قطن لما شعرت يكون كأنه مطاط أو كأنه قطن هذا علامة أو ساين أو علامة على أن الشعر تالف الشعر لما يتلف بسبب قلة البروتينات وخاصة الناس اللي مثلا يسوون تكميم يحسون بالشي هذا أو بعد فترة طويلة من جفاف الشعر الشعر يصير كأنه مطاط وكأنه قطن وهذا دليل على التلف الشعر المطلوب أول شيء أنه تحسن الدايت وكثر من الأكل اللي فيه بروتينات فيتامينات فيها بروتينات فنمد الشعر بالبروتينات من الداخل وأيضا من الخارج ما يمنع أن نسوي ماسكات فيها بروتين الشعر يحتاج تريتمينت بروتين غالبية تريتمينت تكون حوالي البروتين أما أكل البروتين أو نحط أو نحط ماسكات ريتش أوف بروتين ماسكات اللي فيها بروتين هذه الأمور كلها تحسن من الشعر فالشعر يحتاج عناية من الداخل ومن الخارج هذا هو العلاج ذكرني بسؤال آخر لبعض المتابعات اللي يقولون شعري فريزي أو منكوش يعني كأنه كوشة صاير الشعر طبعا اللي شعرهم منكوش لها الطرق عناية معينة راح تكلم عنها شوية فيها تفاصيل لكن في علاجات اسمها أنتي فريزي مثل السبريج تدون تستخدمونها مؤقتا هذه تعالج الشعر الفريزي أو المنكوش مؤقتا إلى أن تمشون في خطوات راح شرحها بعدين بوقت ثاني تعدل من الشعر المنكوش اسم هذه المنتجات أنتي فريزي ما أقصد هذا السبري بالذات وبالاسم هذا لكن حطوا بباركم ماكو سبري بالعالم فعاليته مثل فعالية المنكسديل ماكو سبري بالعالم بديل لبخاخات المنكسديل بخاخات المنكسديل ماكو أي سبري بالعالم مثل فعاليتها فهل هذا السبري كافي نوقف تصاقط الشعر الجاب لا هذا السبري ولا غيره يوقف تصاقط الشعر المنكسديل هو الوحيد de يمكن يوقف التصاقط الشعر مع علاجات أخرى مساندة سؤال لحد المتابعين هل أستط Limaania التنظيم؟ هل أستطيع التحيلود بل اليك في الخلطة الثلاثية؟ نعم، تستطيع التحيلود بل اليك المنذيكي مكان ألفا كورت ما نستطيع الشعار التحيلود بل اليكو rietات حول الأخيرة ما نستطيع التحدث بل اليكو وايجا التحين بالاما الكويتات بإضادات الكورثية استخدم أي مرطب آخر أما الإلكة نستخدمها مدة شهر بس ويستحسن في البداية عشان تعود البشرة على الخلطة الثلاثية فالسؤال اللي يسأل هكذا استخدم إلكة مكان ألفا كورت نعم لكن حدك شهر تحط مرطب مكان ألفا كورت تستخدمها أربع شهور في ناس يسألوني عن مدة صلاحية الكريمات الكريم إذا ما أنفتح شوف التاريخ من وراء متى ما انتهى تقطونا حتى لو بعد سنة سنتين إذا بقى مدام النمو مفتوح ما تقطونا إلا إذا انتهى التاريخ من وراء أما إذا انفتحت الكريم تنسونا التاريخ اللي وراء إذا استمر شهر شهرين على حسب إذا كانت مثلا العلبة أيرلس ما يدخلها الهواء يطول معاكم شهرين إذا ما كان مثل جار مفتوحة معرضة للهواء أسبوعين أحيانا أسبوع فيعتمد فأنا نصيحتي دائما أغلب الكريمات إذا انفتحتوها خلوها معاكم شهر بعد الشهر طونها ويعتمد طبعا على أمور كثيرة مثل ما قلت لكم نوع الجار اللي ينحفظ فيه وأيضا يعتمد وين تخزنونا هذه الأمور كلها تلعب دور طبعا اللي تنسونا في السيارة وحوشة الشمس تنتهي بسرعة يعني يعتمد على بعض الظروف لكن خنقول آفرت شهر بعد فتح العلبة مش كثر ناس يعانوا من سواد في الرقبة ويستخدمون علاجات خاطئة يستخدمون الكريمات مستحضرات تجميل مستحضرات تفتيح كريمات مقشرة لتفتيح الرقبة يستخدمون سكرابز يستخدمون كل شيء لتفتيح الرقبة ما كو شيء راح يفيدك من هذه العلاجات هذا العلاج خاطئ سواد الرقبة السبب الرئيسي اللي سواد الرقبة هو زيادة الوزن وزيادة السكريات حتى الناس الأضعاف اللي يزيد السكريات في أكله راح تصير الرقبة سودة وسواد الرقبة علامة من علامات زيادة السكر في الدم فلما يزيد السكر في الدم الجسم يحاول ينبهك إلى أن السكريات زادت عن طريق سواد في الرقبة والعلاج يكون عن طريق أكلك والرياضة ما يكون عن طريق الكريمات أو كريمات تفتيح نعم كريمات تفتيح تأدي للنتائج لكن في الوجه في مناطق أخرى كواعي وركب لكن مو في الرقبة علاج الرقبة عن طريق تعديل أكلك الحين بشرح لكم أكثر إذا لاحظت عندك سواد في الرقبة وهذه علامة جلديا نسميها أكانثوس نيقرقن هذه العلامة راح تخف والسواد راح يخف شوي شوي بمجرد أن تلعب رياض وتقلل السكريات غالبية الناس راح تحسنهم وإن شاء الله تكونت واحد منهم لا تتسرع على طول لاستخدام الكريمات فأول شيء تسوي هذا الشيء مدة شهور ما نفع معاك تنتقل الخطوة الثانية اللي هو توقف رش العطور على الرقبة إذا كنت من هالنوع أيضا تستخدم مثلا مرة واحدة كحول تحط على الرقبة وتمسح في أي ليفة خشنة أو قوس أو أي خامة خشنة يمكن تكون عوالق من الجو إذا ما فاد معاك كل هذه الأمور هنا تنتقل إلى الخطوة الأخيرة اللي هو استخدام الكريمات وقليل اللي يستجيبون أو ينتفيهم مطاف إلى المرحلة الأخيرة استخدام الكريمات الغالبية تخف معاهم مشكلة بالنصائح لعطتكم إياها أول شيء خاصة أن تقلل السكريات وتلعب رياضة هذا هو العلاج اللي راح يعطيك نتيجة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر